نشرة السادسة من الميادين والبداية مع العنوين وفد أمني مصري زارة الأبيب ومصادر تؤكد للميادين أن اتفاق التهدئ في غزة في ساعاته الحاسمة وسائل علامة إسرائيلية تعلن دخوله حيث التنفيذ الجيش السوري يقترب من إنهاء وجود داعش في بديات السويداء ويسيطر على أم مردخ شمال غرب تلول الصفا المحور الوطني النيابي في العراق يفتح باب التحالفات سعيا لتشكيل الكتلة الأكبر الغنوش يقول أن حركة النهضة ستتفاعل مع مبادرة الرئيس السبسي بشأن قضية الإرض لولا دي سيلفا يترشح من سجنه لمنصب الرئاسة البرازيل مساء الخير قام وفد أمني مصري رفيع المستوى بزيارة خاطفة لإسرائيل استغرقت ساعات عدة التقى خلالها القيادات الإسرائيلية لبحث جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مصادر مطلعة أفدت الميادين بأن الإعلان عن اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل يتضمن تمويل قطر فواتير كهرباء غزة بالتعاون مع إسرائيل ودفعها رواتب الموظفين بالتعاون مع مصر كما يشمل إقامة ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع لرقبة أمنية إسرائيلية كاملة وكشفت المصادر أن وفد فتح لن يشارك في حوارات الفصائل في القاهرة لأسباب منها أن ملف المصالحة مؤجل فيما ملف التهدئة عاجل وسائل أعلام إسرائيلية قالت أن الاتفاق دخل حيث التنفيذ ونقلت صحيفتها أريتس عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن التفاهمات تتألف من ستة بنود رئيسية هي وقف شامل للنار وفتح المعابر وتوسيع مناطق الصيد وتوفير المساعدة الطبية والإنسانية وتسوية موضوع الأسرى والمفقودين وترميم واسع للبنى التحتية في القطاع بتمويل أجنبي إضافة إلى محادثات حول مرفأ بحري وجوي وبحسب صحيفتها أريتس ستنفذ هذه المراحل تدريجيا شرط الحفاظ على الهدوء كاملا على وقع الخلافات التي تعصف بمكوناته ولسيما بين وزيري الأمن والتربية أفكدور ليبرمن ونفتلي بنت لم يتوصل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد انعقاده للمرة الرابعة في غضون عشرة أيام إلى قرارات واضحة تعكس الموقف الإسرائيلي من تسوية محتملة بين إسرائيل وحماس لم نتوصل إلى تفاهمات مع حماس لا حاجة لذلك هناك العديد من الوسطاء والمبادرات لكن ما يملي تصرفنا هو الواقع على الأرض وعندما يتم انتقاد من زملائي في الكابينت فهذه علامة على أنني أعمل على نحو صحيح الضبابية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية عبر نفي التوصل إلى تسوية بشأن غزة اخترقها المحللون الإسرائيليون الذين تحدثوا عن التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس لقد بدأ تطبيق الاتفاق الصامت بين إسرائيل وحماس في القدس يشددون على عدم تسمية الأمر باتفاق أو تسوية بل هو تفاهمات إذن هناك تفاهمات بين إسرائيل وحماس وهي تشمل إزالة القيود التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة مقابل الهدوء ووقف إطلاق نار كامل على الحدود إسرائيل وحماس عادتا بحسب مسؤول إسرائيلي إلى التفاهمات التي حددت بعد عملية الجرف الصلب قبل أربع سنوات وهذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ وهي لا تشمل إعادة جثث الجنود والمفخودين الإسرائيليين المحتجزين في غزة مراقبون تحدثوا عن تضمن التفاهمات بين إسرائيل وحماس مرحلة ثانية يجري العمل على تطبيقها لاحقا هناك مرحلة ثانية للتفاهمات حيث تعتزم إسرائيل في حال استمرار الهدوء السماح بزيادة تزويد القطاع بالوقود لزيادة ساعة التغذية الكهربائية في غزة وفي حال كان هناك تمويل دولي للأمر خاصة من دول الخليج فإن إسرائيل تعتزم السماح بإدخال هذه الأموال والوقود كذلك إسرائيل وجهات دبلوماسية تضغط من أجل زيادة الرواتب لموظفي السلطة في غزة ويتم فحص تمويل دولي لهذه الرواتب وفي ظل حديث المراقبين عن أن ما جرى تطبيقه يعد المرحلة الأولى من التسوية المصرية التي بدأت في اللقاء بين نتنياهو والسيسي رأى آخرون أن إسرائيل تبدو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال وتتجاهل أن خطر انزلاق الأمور إلى مواجهة على الحدود مع غزة لا يحتاج الكثير من الاحتكاك إلى ذلك عقدت حركة حماس لقاءات مع عقدة فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية الحركة أشرت في بيان لها إلى أن الوفودة تتباحة في ثلاث قضايا وهي الأوضاع الحياتية في قطاع غزة وملف التهدئة والمصالحة الفلسطينية وصفت اللقاءات بالمعمقة والمصطفيدة حول الاحتياجات الفلسطينية ومتطلبات نجاح التهدئة وسبول تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام مساء الخير ناصر نحن نتحدث عن الساعات الحاسمة بداية لابد من التطرق إلى الزيارة الخاطفة للوفد الأمني المصري وهل من تسريبات حول ما تم الاتفاق عليه مع القيادات الإسرائيلية تحياتي وفاوك أن الأمور فجأة انكشفت لكن التحضيرات منذ عدة أشهر قبل نحو أسبوع كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو في 225 أي في رمضان الماضي كان زار القاهرة سرا بلتقى السيسي على مائدة الإفطار لتباح في نفس الموضوع زيارة الوفد المصري وربما وزير مقابرات المصري عباس كامل في لاتل أبيب تندرج في هذا الإطار الأمور تصل إلى مراحل أخيرة يتحدث الجميع عن تسريبات عن شكل التوقيع لكن لا أحد يجزم وخصوصا الرسميون الصمت من جانب السلطة من جانب جميع الأطراف يؤكد أنه لم يكن هناك أي نفي لما ينشر حتى الآن يدور الحديث عن يوم الجمعة غدا يوم حاسم بعض المواقع الإبرياء تقول غدا لنظره قريب وغدا ستعرف إسرائيل إذا كان هناك فعلا حالة من القبول عند الأطراف لما تم الاتفاق عليه أو تسريبه أو لا وطبعا الإسرائيليون يرون بأن حكومتهم تخفي عنهم كل شيء لكن الفصائل الفلسطينية مجتمع في القاهرة كما قلنا وفد فتح لن يذهب إلى القاهرة لأنه لديه تحفظات على كل هذا الاتفاق وخصوصا من ناحية المبدأ ولكن فيما يتعلق بمشاركة حركة فتح تحديدا بالاجتماع قادة الفصائل بالقاهرة كان هناك موقف لافت لسيد عزام الأحمد يقول أن هذا الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل هو خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية هل انطلاقا من هذا الموقف لحركة فتح أم للحديث عن فصل ملف المصالحة عن ملف التهديئة لا هو ليس الفصل هو الحديث كما قال لي أحد الوزراء قال لي في تفاهمة 2014 كان منصوص على وجود ميناء وليس فقط ممر ماء من غزة إلى كبرص بل ميناء وهذا يعتبر تراجع كبير في هذا الموضوع كان في غزة مطار والآن لا يذكر في هذا الاتفاق من وجهة نظر فتح بأنهم غير مشاركون المفاوضات بشكل غير مباشر ما بين حماس وما بين إسرائيل بحضور المصريين أو الكطريين أو ميلادانوف وأن السلطة لا تريد أن تجلس شاهد زور في هذا الموضوع لم تستشر وكل الأمور جرت من وراء ظهرها وبالتالي لا داعي لوجودها في القاهرة أما فيما يتعلق تحديدا هل هناك من وضوح فيما يتعلق بشارة عودة الجنود والمفقودين الإسرائيليين ما تحدث عنه لبرمن تحديدا لأن هناك معطيات لأن هناك فصل تماما ما بين شق تبادل الجثث المفقودين الإسرائيليين مع حركة حماس واتفاق التهديئة ناصر هذا تسويق للجبع الداخلية الإسرائيلية طالما كان هناك تبادل أسرع مع الفلسطينيين واللبنانيين بشكل كبير وتم إنجازه الوزراء الإسرائيليون بينهم لبرمن ونتنياهو أثاروا صخيبا عاليا دون أي جدوى في هذا الموضوع وفي النهاية عادوا إلى نفس الجدر إلى صفق التبادل الفلسطينيون كانوا ذكروا ذلك مرارا لا يوجد جنود أو أسرع مجانا إلا بإطلاق سراح الذين اختطفتهم إسرائيل والذين اخترقت فيهم القوانين الدولية وخصوصا الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجانهم أيضا في صفقة شليت قبل أي حديث آخر هذا ملف منفصل بشكل سري إذا كان يتم مع التهديئة أو لا يتم أنا أعتقد بأن الوقت لن يسمع وبالتالي سيكون ضمنا ترحيلها لعدة أيام أو عدة أسابيع إلى حين انضاج الأمر على الأرض يعني ليس في المرحلة الأولى نتحدث لم يدل أي مسؤول الإسرائيلي بأنه هذا في المرحلة الأولى ونعرف أنه نتانياو وليبرمن ونفتالي بنت كانوا من أصحاب الرؤوس الحامية قبل عدة سنوات وطرحوا الأمر على الحكومة وعلى الكنيسة بأنه ممنوع تبادل أسرع وبالتالي عليهم الآن أن يجدوا طريقة للنزول عن الشجرة لحل مشاكلهم الداخلية في إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين كانت ولا تزال صفقات تبادل الأسرع مشروعة وحق وطني للأسرع الفلسطينيين تحدثنا سابقا عن ثلاث خطوط للمفاوضات إن كان القطري أو حتى المبعوث جرمبلت وكذلك المبادرة المصرية هل يمكن أن تحصل من خلال زيارة وزير المخابرات المصري من المتوقع إلى رمالة على مباركة فتحوية تجاه هذه التي تعدي في الساعات المقبلة أم من الصعب وموقف حازم لدى حركة فتح ناصر بالتأكيد في السياسة كفن الممكن لا أعرف إذا يكون هناك اتصالات هاتفية بين الرئيس السيسي والرئيس عباس كما حدث من قبل هل يكون هناك مغادرة سريعة لوفد فتح إلى القاهرة آخر وفد كان كبير مجد فرج حسين الشيخ روح فتو عزام الأحمد لكن خرجوا جميع من القاهرة دون أي تصريح صحفي ولم يكن هناك أي تصريح ما يدل على أنه لم يكن هناك اتفاق كيف ستسير الأمور ثلاثة خطوط ميلي دانوف ببعض الشرق الأوسط والسفير العمادي القطري والمسار المصري ثلاث مسارات عملت لعدة أشهر إذا كانت تحتاج إلى موافقة السلطة أو لا بالصحف العبريام امتلأت اليوم بتصريح كريم بلات التي يقول فيها سناتي على تسويات في غزة سواء وافقت السلطة أو لم توافق السلطة شكرا جزيلا لك ناصر لحام مدير مكتب الميادين كنت معنا من بيت لح أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وفتح المدارس للاجئين الفلسطينيين للعام الدراسي الجديد في الموعد المحدد اتذلك في ظل أزمة الموازنة التي تعانيها المنظمة منذ أعلان الولايات المتحدة خفض تمويلها المنظمة قالت في بيان لها أن العام الدراسي سوف يبدأ في موعده في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا وأن المعلمين والطلاب سيعودون إلى أكثر من 700 مدرسة في الموعد المحدد أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن العمل شار تحضيرا للقمة الثلاثية التي تساط ضم رؤساء إيران وتركيا وروسيا مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل بيسكوف قال أن الإعلان عن موعد القمة سيتم بعد التوافق على الجدول الزمني للرؤساء الثلاثة نافيا وجود اجتماع مع قادة تركيا وفرنسا وألمانيا على جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين سيطر الجيش السوري وحلفائه على المنطقة الجنوبية الغربية من تلول الصفة بعد التقاء القوات المنطلقة من تل العالم بالقوات الموجودة في قبر الشيخ حسين ويواصل الجيش عملياته في المنطقة المتداخلة إداريا بين رفي السويداء الشمالي الشرقي ودمشق الجنوبي الشرقي قوات الجيش سجلت تقدما لمسافة 12 كيلو مترا وكان الجيش قد حرر منطقة أم مردخ وضيق الخناق على تنظيم داعش في شرق بادية السويداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غرب إدلب وأشر الناشطون إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى قيام الفرنسي عمسين بمحاولة تحريض الفرنسيين ضمن صفوف الهيئة على الانسحاب منها والانضمام إلى فرقة الغرباء التي تضم عشرات العناصر من أصول فرنسية وسنغالية أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وقال ناطق باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة أن مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنهيال مهمة التي تم تكليفهما بها وكانت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية أنهت النظر بالطعون المقدمة كشف تحالف المحور الوطني في العراق للميادين أنه سيوقع مع التحالفات الأخرى وثيقة ملزمة لتنفيذ اتفاقات الكتلة الأكبر ولادة هذا التحالف الجديد جاءت بعد سلسلة تفاهمات مشتركة بين كتل من تحالف القرار وحزب الجماهير وتم الاتفاق على قيادة جمعية مشتركة للتحالف تبحث التواصل مع تحالف سائرون ودولة القانون عبدالله بدران مرة أخرى اجتماعات جديدة والجديد قليل الجديد دعوة إلى التمييز بين منهاج حكومي هو شأن القوى السياسية التي تشكل الكتلة النيابية الأكبر وبرنامج حكومي هو شأن الحكومة المقبلة لكن لم يفصح أي من القادة عن شيء بقيت إشاراتهم عامة وربما الحديث هنا أكثر وضوحا مما يجري خلف أبواب اجتماعات الأحزاب 51 نائبا يمثلون المناطق المحررة تجمعوا تحت لواء المحور الوطني هدفهم جذب قوى شيعية وكردية لمحورهم لوضع منهاج حكومي وتشكيل الكتلة الأكبر وتحديد سقف دعم الحكومة لبرنامجها والعين على مقعد رئيس المجلس النيابي الفتح النصر دولة القانون السائرون والوطني العراقي كلها مجرد لقاعات لم تصل إلى درجة تشكيل الكتلة الأكبر الوقت عامل ضغط إذن على الجميع لكن ذلك لم يمنع من طرح العودة إلى التوافق لتيسير تأليف حكومة وسطية تنبثق من كتلة وسط مكونة يقول هؤلاء من علمانيين وسط وإسلاميين وسط وكأنه برنامج عمل جديد له أغلبية سياسية ولا وطنية القوات السياسية لا يوجد أمامها إلا نفس قواعد اللعبة التقليدية لتشكيل الحكومة لتوزيع المناصب فيما بينها وبالتالي اللجوء للتوافق لا غير أصبح لزاما إذن أن يحسم الحوار بين الأفريقاء تشكيل الكتلة الأكبر بتخفيض لسقف الشروط الذي قد يسم في تسريع التفاهمات ويمنع عن الأحزاب الدخول في سباق مع الزمن ورغم الصورة الجامدة لحوارات الأفريقاء ثم تم يقول أن الأمور تمت وأنها اختمرت لتشكيل الكتلة الأكبر لكن قيل أيضا أنه عود على بدء على أي بدء العودة إلى المحاصصة على أساس كل حزب وما حصد من مقاعد هذا لم يثبت لكن لم يثبت عكسه حتى الآن عبدالله بدران بغداد الميادين ويبقى معنا الزميل عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد مساء الخير عبدالله سننطلق من المحور الوطني هذا التحالف قبل الحديث عن إمكانية تحالفاته مع تكتلات أخرى اليوم هناك مصادر تتحدث عن تفاكك هذا المحور نتيجة الخلاف على منصب رئيس مجلس النوب هل من معطيات حول ذلك حتى هذه اللحظة لم يتأكد أن هذا المحور تفكك كان هناك رأي بخصوص هذا الموقع وربما المحور هذا يدعمه المشروع العربي الذي يقوده خميس الخنجر وخميس الخنجر ليس فقط لديه موقف سياسي خلال الفترة الماضية حتى وإن كان دوره وصورته قد ظهرت بشكل مركز خلال هذه الفترة لكن حضوره في المشهد السياسي العراقي وتأثيره في الساحة العربية السنية تحديدا منذ العام 2010 وما سبق ذلك من تنسيق فقط حتى تصاعد هذا الدور المشروع العربي الذي يقوده هذا الرجل هو يسهم في جمع هذه الأطراف وفي تمويلها وكذلك في تقديم الدعم لأدوات هذه الأحزاب من ماكنات إعلامية وكذلك من خطط يضعها للتنسيق ما بين هذه القوى وبقية الدول التي تجد أن لها حلفاء محلين في الداخل العراقي وبالتالي هو له صوت وتأثير داخل هذا التحالف ليس تفككاً هو عبارة عن موقف أطلق كان هناك دعم لأسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي من قبل المشهور العربي لأن يكون مرشحاً لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي في وقت هناك رأي آخر داخل المحور هو دعم شخصية أخرى أو خضع يعني إخضاع هذا المنصب للانتخابات داخل المحور لكن حتى هذه اللحظة حسمت القصة بشكل قوي من خلال بيان أصدره المشروع العربي تبنى دعمه لنجيفي رئيساً لمجلس النواب العراقي الأزمة أين هي؟ الأزمة هي ما بينه هل هذا التحالف هو باعتبار منه أجزاء داخل منه أجزاء داخل الاتلاف الوطنية الذي يقوده الدكتور إياد علاوي نائب الرئيس العراقي هل التكتل الذي تتشكل من 51 نائباً ويطبحون لزيادة هذا العدد هل هو بمعزل عن اتلاف الوطنية هل هو يتحالف مع اتلاف الوطنية التحركات التي يقود هذا المحور لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر هل ستكون بمن يمثل قوى القرار العراقي أو الوطنية أو بقية الأحزاب التي دخلت منفردة إلى الانتخابات أم أن الوطنية ستحافظ على كيانها وستتفاوض مع بقية القوى العراقية ويمكن لها أن تكون عاملة مؤثرا لقاءة مهمة وفقاً لبرنامجها السياسي الوطني مع قيادات شعية فاعلة وهذه القوى الشعية الفاعلة لها صوتها آخرها لقاءات مع قيادات في تحالف الفتح كما علمت الميادين وهناك تنسيق لكن كل هذه التحركات حتى هذه اللحظة وفا لم يتم الخروج من خلال هذه الاجتماعات أو من خلال هذه اللقاءات والاجتماعات بأي إعلان لأي تحالف وكأنه إعادة عملية قياس أجام بلقة الأكثر ضمن هذه التحالفات كيف نفهم تصريحات لقيادي بالفتح تحديدا الأستاذ عبد الحسين الزيرجاوي الذي يقول هناك فتح قنوات للحوار والتواصل مع المحور الوطني هل نفهم بأن المحور الوطني هو أقرب إلى بدء هذا التحالف مع الفتح سابقا فقط تكون الصورة واضحة وفسابقا كان هناك التحالف الوطني الذي يمثل القوى الشيعية صحيح ويخاف بأن يكون مسار أو مصير المحور الوطني مشابه للتحالف الوطني قد يكون هذا طبعا وارد بحسب هذه الأحزاب وفاعليتها وما ترتقيه وما تقرره والتفاهمات غير ثابتة بمعنى غير ثابتة أن التحالف الفتح الذي يمثل الحجد الشعبي أعلن تحالفه مع سائرون الذي يمثله التيار الصدري بأغلبيته لكن حتى هذه اللحظة ليس أكيدا إن كان هذا التحالف ثابتا أو غير ثابت هل هو تحالف موقع هل سيدخل للتفاوض مع الآخرين سائرون تفاوض مع النصر الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي لكن أيضا غير ثابت هل هذا تحالف وتكتل موجود أم فقط هو إعلان وقد انتهى وقته منذ أن أعيد فرز الأصوات تحالف المحور هو عبارة عن تكتل لأبناء المنطقة السنية من النواب يحاولون أن يكونوا بيضة طبان يتفاهمون مع القوى الشيعية يحاولون أن يفتحوا خطوطهم مع القوى الكردية التي تأتلك معهم لم يخفوا صراحة أن العين على موقع رئاسة مجلس النواب العراقي وبالتالي كجزء من استحقاق يرونه دون أن يكون هناك اختلاف فقط في التوصيفات هي ليست محاصصة هي عملية ائتلافية وما إلى ذلك هذا الدور الذي يبحث عنه المحور الوطني يؤهله أن يستطاع أن يجمع أكثر من هذا العدد وإن بقي متماسكة طبعا بطبيعة الحال أن يتفاوض مع القوى الشيعية حول موقع رئيس الوزراء يكون مؤثرا في صناعة هذا الشخص وكذلك مع القوى الكردية لجهة موقع رئيس الجمهورية ومن سيرشحه من ترشحه القوى التي تمثل القومية الكردية العراقية لكن حتى هذه اللحظة هي عبارة عن لقاءات واجتماعات وهي كما قلت لك أشبه بعملية قياس أحجام بدقة بين القوى السياسية قبل الذهاب لجلسة مجلس النواب العراقي شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيح زميل عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن استقرار الاقتصاد التركي مهم بالنسبة إلى فرنسا وفي اتصال هاتفي شدد ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين باريس وأنقرة أعلنت وزارة التجارة التركية تقديمها طلبا إلى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية التي فرضتها على واردات الصلب والألمينيوم التركية الطلب جاء بعد أعلان البيت الأبيض أن هذه التعريفات لن ترفع تقرير هبط الله بيتار تتسع هوة الخلاف بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز تركيا القصة الأمريكي أندرو برونسون ورفض الولايات المتحدة تسليم الدعية فتحالا جولين لتركيا توالت تصريحات المسؤولين الأمريكيين في هذه القضية نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس قال إن من الأفضل لتركيا ألا تختبر عزم الرئيس ترامب على إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين ظلما في أراضي أجنبية على حد تعبيره وفي تغريدة على موقع تويتر أكد بانس أن القصة برونسون باريء ومن العدل إطلاق سراحه البيت الأبيض أعلن بالتزامن مع كلام بانس أن الإدارة الأمريكية لن تلغي الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا حتى لو تم الإفراج عن القصة المحتجز المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز وصفت الرسوم الجمركية التركية بالأمر المؤسف وبالخطوة في الاتجاه الخطأ نشعر أن تركيا وضح دينا الرئيس أردوغان عمله القصة برونسون ونحن نعرف أنه رجل مسيحي طيب ولم يفعل أي شيء خاطئ عمله على نحو غير عادل للغاية وسيء جدا وهذا شيء لن ننساه في الإدارة في مقابل التصعيد الأمريكي في وجه تركيا تلقت الأخيرة دعما حمله أمير قطر تميم بن حمد خلال زيارته أنقرة فبعد اجتماع موسع جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمير قطر أعلنت الرئاسة التركية أن الدوحة وعدت تركيا بتقديم دعم يقدر بـ 15 مليار دولار على شكل مشاريع استثمارية الإعلان أعطى دفعة للعملة التركية التي تمر في وضع حرج حيث ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار بنحو 20 قرشا قالت منظمة هيومين رايتس ووتش أن الولايات المتحدة وبريطانيا بعت السعودية أسلحة بمليارات الدولارات وقام تحالفها بقصف حافلة قتل فيها 21 طفلا هيومين رايتس ووتش شددت على وجوب أن تكون مجزرة صعد الأسبوع الماضي حدثا مفصليا مشيرة إلى ضرورة تعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب أفد مصدر عسكري بتدمير الجيش واللجان الشعبية أربع آليات لقوات التحالف السعودي وبقتل عشرين من عناصرها في أطراف مدرية الدريم الساحلية غرب اليمن وذلك خلال مواجهات عنيفة تدور عند أطراف المدرية مع استمرار قصف بوارج وطائرات التحالف السعودي لإسناد قواتها على الأرض استهدفت القوات الصاروخية اليمنية بضربة صاروخية باليستية معسكر قوات التحالف السعودي في نجران السعودية الضربة أصابت هدفها بدقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوف تلك القوات مصدر عسكري يمني أفاد بسيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع العسكرية التي كان يتمركز فيها عناصر من الجيش السعودي غرب موقع السوديس في نجران أيضا الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تقدم لقوات الرئيس هادي والقوات السعودية باتجاه جبل النار في جيزان في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي ثلاثين غارة جوية لمساندة قواتها خلال محاولة التقدم شرق جبل النار مصدر عسكري يمني أكد استهداف الجيش واللجان ألية عسكرية سعودية قبلة منفذ علب بصاروخ موجه بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعات الجنود السعوديين قبالة منفذ علب في عسير السعودية هذا وقال العميد الركن شرف لقمان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية إن اقتحام الجيش واللجان الشعبية للمواقع السعودية الحدودية في جيزان ونجران وعسير مستمر ولن يتوقف إلا بعد استكمال المهام المناطط بهذه الوحدات وفي حج غرب اليمن أفد مصدر عسكري بتدمير الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لقوات هادي والقوات السعودية جنوب ساحل ميدي في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين غرب المديريات نفسها وباتجاه مديريات حيران المجاورة إلى الجوف شمال شرق اليمن حيث دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لقوات هادي بعبوة ناسفة في مديريات الخب والشعف شرق المحافظة السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل 700 قارورة بلاستيكية تصنع مركبا لكسر حصار غرسة من جديد أهلا بكم أكد زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي أن الحركة ستتفاعل مع مبادرة رئيس الدولة حول الإرث حين تقدم رسميا إلى البرلمان وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع فيسبوك أكد الغنوشي الالتزام بخيار التام بخيار التوافق مع رئيس الجمهورية واعتبار التوافق الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا للوصول إلى حلول وبدائل وتوافقات انتقدت تنسيقية الدفاع عن القرآن والسنة والتنمية العادلة في تونس انتقدت طرح الرئيس السبسي مبادرة لسن قانون للمساواة في الإرث معتبرة أن المبادرة مخالفة لأحكام الدين والدستور ما يستدعي إسقاطها في المهد الموقف يأتي فيما يتمسك مناصر مدنيات الدولة بحق المواطنين في المساواة أمام القانون من دون أي تمييز عماد اشتار ككورة الثلج يكبر الخلاف حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومقترح الرئيس الباجي قائد السبسي حول سن قانون للمساواة في الإرث بين الجنسين خطوة اعتبرت من قبل الفريق الرافض لها مخالفة لأحكام الشرع والدستور ما يستدعي التصدي لها عبر كل الوسائل الممكنة لإسقاطها حتى وإن استدعى ذلك الوجوء إلى الخيارات القصوى المتاحة مخالفة صريحة من جهة القرآن الكريم والسن النبوية والإجماع العام وعمل الأم وهذه المأسلة في الموريث مبنية على للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهي آية محكمة قطعية في ثبوتها ودلالتها ولا يجوز تغييره بأي حال من الأحوال الفصل الثمانية وثمانين من الدستور يقول وأن مجلس يمكن للأغلبية من مجلس النوار أن يتقدم بلاحية في عزل الرئيس في صورة ما إذا اقترف خرقا جسيما للدستور أعتقد أن رئيس الجمهورية قد خرق الدستور خرقا جسيما بما يستدعي القيام بالإجراءات المتعلقة بعزله إلى فرز حقيقي في المواقف تتجه الساحة السياسية في البلاد بشأن تأييد المشروع أو رفضه فرز بين خط متمسك بأحكام النص الديني لا يقبل فيها تبديل وبين خط حدثي ينتصر لمدنية الدولة وعلوية القانون المدني حركة النهضة تعيش مخار فيها الجانب الرجعي اللي يتمسك بمبادئها الإخوانية وهناك من يريد أن يتور هذه الحركة في المدة الأخيرة الخط الإخواني أصبح شيئا ما تاغي نعتبر أن تونس عندها دستور ودستور الجمهورية الثانية هو دستور يقر الحقوق والواجبات ولا سبيل لا تراجع بها لأنه فما القوانين يجب أن تكون متابقة للدستور في هذه الدولة وهي دولة مدنية هو خلاف مجتمعي مرشح إلى أن يعرف تطورات كبيرة بحسب مراقبين تطورات قد تتجاوز حسابات التوظيف السياسي إلى انفلات قد يخرج عن السيطرة هي مسؤولية جسيمة تلقى على عاتق مجلس نواب الشعب فتييد المشروع أو إسقاطه سيثير سخط أحد الفريقين ما يسدعي تجاوز الخلافات عبر الحوار قبل الذهاب إلى مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان عما تشترى تونس الميادي ولمناقشة الملف التونسي ينضم إلينا من العاصمة تونس الكاتب الصحفي والبحث في الشأن السياسي الأستاذ جمع القاسمي أهلا بك أستاذ القاسمي سنبدأ من هذا الجدال الواسع حول موضوع الإرث هل من الصعب التكهن بمآلات السيناريوهات على الرغم من الإشارات الإيجابية اليوم التي صدرت عن السيد الغنوشي خصوصا إذا ما طرح هذا المشروع على البرلمان يعني باعتقادي من الصابق لأوانه الحديث عن سيناريوهات محتملة لكن الأبواب مفتوحة ومشرعة على كل الاحتمالات للأسف شديد باعتبار أن هذا الجدل الذي يقوم على عملية فرزا خاطئ من شأنه أن ينتج عوامل قد تؤجج الموقف كما ربما إذا تعالى صوت العقل أن نذهب إلى الحوار وبالتالي تبديد ونزعي فتيل أي توطر قد يبرز في المرحلة القادمة خاصة وأن الطرفين أقصد الذين يؤيدون مشروع الاقتراح الذي اعتزم الرئيس السبسي التقدم به أو الرافضين له لديهم القدرة الآن على تجيش الشارع ورأينا بوادر الاحتكام إلى الشارع خلال الأسبوع الماضي وهذا في حد ذاته مؤشر خطير لا بد من نزعي فتيل تطوره إلى ما يشبه الفتنة التي لا يرضاها أحد في البلاد هل أستاذ جمعي توافق ما طرح من تحليلات تحديدا باستخدام هذا الموضوع أو طرح هذا المشروع من قبل لجنة الحريات الفردية والمساوات كورقة سياسية يستخدمها الرئيس السبسي لإحراج حركة النهضة خصوصا على المستوى الدولي والموقف من هكذا مشروع القراءات تختلف هنا لكنني أذهب إلى ما أبعد من ذلك باعتبار أن المساوات في الأرث مسألة منصوص عليها في الدستور وإذا رأينا الفصلين 45 و46 هناك تأكيد واضح لا يقبل القراءات حول ضرورة التنصيص على المساوات بين الجنسين وطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت يعني قبل نحو العام على استحقاقين هامين بالنسبة لتونس هو عملية توظيف واضحة تماما كما أن الطرف الآخر التقط هذه المسألة وسعى إلى توظيف ما جاء فيه لمحاولة تحفيز الشارع أو إحداث بروفا فيما يتعلق بتحريك المخزون الانتخابي وأقصد بذلك حركة النهضة والطيارات الدينية الأخرى تماما كما الطرف الآخر الذي بدأ من الآن في إطار توظيف وتعبئة القاعدة الانتخابية التي أوصلته في العام 2014 إلى الحكم إذن المسألة من الجانبين هناك عملية توظيف واستغلال مرتبط بالاستحقاقات القادمة هل نفهم من هذا الكلام هي ليست خلفيات اجتماعية أراد الاستفادة منها سياسيا الرئيس السبسي قبل الاستحقاقين الهمين في العام المقبل وأيضا فيما يتعلق بخرق الدستور تحديدا رفضين المشروع يقولوا بأن الرئيس السبسي قد خرق الدستور أستاذ جامعي لا أبدا ما استمعنا إليه خلال المؤتمر الصحفي اليوم منافي ولا يقترب من الواقع شيء الرئيس السبسي بهذه المبادرة التي وهي ما زالت في طور الاقتراح لأنه هو اقترح ولم يتم سياغة نص القانون الذي سيعرض على البرلمان وباعتقادي هذا بحاجة إلى العديد من اللقاءات والمشاورات والحوار هو استند على ما جاء في الدستور وطالما أن القاعدة هي الدستور فهو نص على المساواة بين الجنسين وبالتالي المسألة محسومة الدستوريين لكن الطرف الآخر يحاول توظيفها من الزاوية الدينية في محاولة للتجيش ولكل لديه قراءة هنا لكن الدستوري البلاد المقر في العام 2014 أقر مدنية الدولة وكما تعلمين حتى في اقتراح الباجي قادة السبسي ترك الباب مفتوحا من الذين يريدون الاحتكامة إلى موردة في الشريعة والسنة بإمكانهم القيام بذلك المسألة ما زالت في طور الجدل لكن هذا الجدل مرشح لأن تتصاعد مفاعله ارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية لا أكثر ولا أقل لكن ملفت برلمانيا أستاذ جامعي حتى الآن برغم كل هذا الجدال عدد قليل من النواب الذين أعلنوا عن موقفهم بشكل علني تجاه هذا المشروع ماذا إذا أحيل هذا المشروع بشكل نصي وصياغة نصية على مجلس النواب المشهد البرلماني مشتت وموزين القوى منقسمة والبرلمان الآن في عطلة سنوية لكن باعتقادي خلال الأيام والأسابيع القادمة ستتكاثر الاتصالات والمشاورات لإيجاد السياغ والقواصم المشتركة التي يمكن أن يبنى عليها لسياغة هذا القانون الذي سيعرض على البرلمان ووفق ما رأيناه في الرسالة التي نشرها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم بمناسبة مرور خمس سنوات على لقائه أو ما يسمى بلقاء باريس يبدو أن حركة النهضة ستدفع باتجاه تأكيد نص القانون لكن تبقى بعض الأطراف الأخرى قد تعارض ذلك لكن إجمالا باعتقادي السياغة المرتقبة ستنال ثقة غالبية أعضاء البرلمان إذن هل يمكن مشروع هذا القانون أن يكون هو العامل التقريب بوجهات النظر ما بين حركتي النهضة ونداء تونس خصوصا بعد الخلافات الأخيرة بينهما على الصعيد السياسي ليس بالضرورة أن يكون هذا هو العامل لأن هناك عوامل أخرى ذات بعد سياسي أساسا حركة النهضة معنية بالتوافق وما زالت تتمسك به حركة نداء تونس ما زالت تعاني وتسعى إلى ترميم شقوقها لكن الاستحقاقات القادمة تفرض على الطرفين إيجاد سغمة للتفاهم لأن الاستحقاقين هامين والتوافق بالنسبة لهما ستكون له تداعيات مباشرة على الأرض وبالتالي كسب المعركة الانتخابية القادمة شكرا جزيلا لك أستاذ جمعي القاسم الصحفي والباحث في أشأن السياسي كنت معنا من العاصمة التونسية أعلن حزب العمال البرازيلي ترشيح الرئيس السابق المسجون لولا ديسيلفا رسميا للانتخابات الرئاسية في بلاده الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس السابق أفاد بأن الأمر أصبح رسميا معلنا أن ديسيلفا هو مرشح حزب العمال لرئاسة الجمهورية علما أنه من غير المراجح السماح له بخوض المعركة الانتخابية بعد الحكم عليه في قضية فساد إلى فنزولا حيث سلمت الحكومة الفنزولية سفارة البرو في كاركاس لائحة بأسماء أشخاص فروا من البلاد بعدما شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وزير الخارجية الفنزولي قال أن اللائحة تضم اسماء رجلين فرى إلى البرو ويشتبه في أن هما شركان في الهجوم مضحا أن بلاده تنتظر ردا إيجابيا من ليما على طلبها وكان مادورو قد أعلن سابقا أن بعض المشاركين في محاولة الاغتيال يختبئون في البرو قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينن أن قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تصريحه الأمني يأتي في إطار جهوده لإسكات منتقده برينن رأى أن لهذا الإجراء دوافع سياسية وهو جزء من جهود أوسع من جانب ترامب لقمع حرية التعبير ومعاقبة منتقديه أعتبرا أن هذا ينبغي أن يزعج كل الأمريكيين بشدة بشأن ثمن النقد العنني وكان البيت الأبيض قد أعلن قرار ترامب فقال أن سلوك برينن تجاوز حدود لقياقة المهنية أولا إن أي فوائد قد يكتسبها كبار المسؤولين في الإدارة من المشاورات مع سيد برينن هي أقل أهمية مقارنة بالمخاطر الناجمة عن سلوكه وتصرفاته غير المنتظمة الأمر الثاني أن تصرفاته تخطط حدود اللياقة المهنية لدى سيد برينن تاريخ يثير التساؤل حول موضوعيته ومستقيته تمكن الصياد الغزاوي معاد أبو زيد من ابتكار وسيلة تكسر واقع الحصار وقلة الإمكانيات في القطاع مستخدما سبعمائة زجاجة بلاستيكية ليبني قاربة تقرير زهراء الديراني من طوق الحصار يولد الابتكار قوارير المياه التي رمها البعض التقطها الصياد الغزاوي معاد أبو زيد صنع منها قاربا لتوفير الزاد بعدما جفف الاحتلال الإسرائيلي موارد الأرض وأوسد معابرها من سبعمائة قاورات بلاستيكية ابتكر أبو زيد هذا الزورق وصنع شيئا من لا شيء الفكرة هذه مصممة من الزجاجات الفارغة وفيها فكار تانية طبعا بس أنا اللي توفر عنها في شواطئنا في زجاجات الفارغة تترمى يعني الناس بتيجى على شواطئ البحر بتسهروا كذا ومن ثم بحاولوا يعني بيرموا للزجاجات الفارغة فقلنا بنحافظ على البيئة يلوذ أبو زيد بالبحر ليتنفس بعض حرية وإن كان هذا الأزرق يخضع لحصار قراصنة الاحتلال الذين يرصدون كل حركة ويحددون لصيدي القطاع المسافة التي يمكنهم ممارسة عملهم فيها أكثر إشي بخشه ميل ونصف اثنين ميل امطارة يعني لأنه مجداف ومتعب كتير العملية طبعا بسيط أنا بسنانير نظام شنكل يعني سنارة لأنه ما فيش مكانيات الصراحة وفر غازل أو ما شابه ابتكار بسيط استغرق وقتا وجهدا وألهم عددا من الشبان العطلين من العمل والأمل وبعث برسالة إلى العالم الغارق في صمته والغافل عن معاناة يطوف ملحها كل يوم على جرح القطاع 500 شكل المجهود فيه كان أكبر من التكلفة تقريبا 700 زجاجة فارغة لم ينل الحصار من عزيمته يعقد الأمل على أن يبدع أهل غزة جديدا يكسر حلقة أخرى من حلقات الحصار البحري وأن يبتكر قوارب حرية تتحدى أمواج الاحتلال العاتية فالمقاومة في نظر أبو زيد لا تحتاج دائما إلى سلاح من حديد وبارود ونار فأحيانا قد تكون المياه طعما لصيد المحتل ونبقى في قطاع غزة حيث تشهد الأسواق التجارية تراجعا واضحا في إقبال الناس على الشراء بفعل الأوضاع الاقتصادية المتردية ما تسبب بركود اقتصادي وخسائر كبيرة للباع والتجار أحمد غانا هكذا بدت أسواق القطاع شبه خالية من الزبائن قبيل أيام من عيد الأضحى وضع مستمر منذ أشهر لكن أصحاب هذه المحل التجارية لم يتوقع استمراره خلال فترة الاستعداد للعيد خيبة أمل كبيرة أصابتهم جراء عدم قدرتهم على تصريف بضائعهم المكدسة بفعل تراجع الحركة الشرائية وهو ما سيضعهم أمام اختبار صعب خلال المقبل من الأيام الحركة سيئة الناس بتتفرج لكن بتشتريش فيش ماحة بقول لك مصاري فيش فلوس ماحة اللي تشتري من وين تخلق؟ من وين؟ قل لي أنا عندي تسعة نفار مش قادر أطعميهم ومع الإغلاق الإسرائيلي المتكرر للمعابر واستمرار حسومات السلطة من رواتب موظفيها بغزة انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين أبات ركود الأسواق أمرا محققا لا مفر منه بحسب الخبراء حالة الركود التجاري الواضحة امتدت لتشمل أيضا سوق الأضاحي التي تراجعت فيها الحركة الشرائية على نحو كبير إلى أكثر من أربعين في المائة تراجعت نسبة بيع الأضاحي هذا العام بحسب دائرة الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة تراجع له انعكاساته على أصحاب المزارع الذين تتهددهم خسارة موسم كامل من التعب خبراء اقتصاديون يحذرون من خطورة الوضع الحالي ما لم تنفرج الأزمة عبر إجراءات عملية وعاجلة المطلوب ضخ مزيد من السيولة النقدية على هذه الأسواق من خلال تسلم رواتب موظفي القطاع بشكل كامل من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل حكومة غزة أيضا من خلال وزارة المالية في غزة وأيضا معالجة الأزمات ذات العلاقة بالبطالة والمشاريع والتشغيل وإلى أن تصبح هذه الحلول المقترحة واقعا ملموسا فإن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم وستزيد معها معاناة المواطنين في غزة أحمد غانم غزة الميادين من جديد إلى العنوين وفد أمني مصري زارة الأبيب ومصادر تؤكد للميادين أن اتفاق التهدئ في غزة في ساعته الحاسمة وسائل علام إسرائيلية تعلن دخوله حيز التنفيذ الجيش السوري يقترب من إنهاء وجود داعش في بديات السويداء ويسيطر على أماردخ شمال غرب تلول الصفا المحور الوطني النيابي في العراق يفتح باب التحالفات ساعيا لتشكيل الكتلة الأكبر الغنوشي يقول إن حركة النهضة ستتفاعل مع مبادرة الرئيس السبسي بشأن قضية الإرث لولا دي سلفا يترشح من سجنه لمنصب الرئاسة البرازيلية وبالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة